دشنت صباح اليوم وزيرة الطيران المدني حوى أصيل أحمد أغبش مقر السلطة الأفريقية للطيران المدني كان ذلك بحضور بعض أضاء الحكومة والمسؤولين الإداريين تقرير سعيد أحمد حسن افتتاح ممنى السلطة الإفريقية ومدى قشكر للطيران المدني يعد واحدة من أهم الخطوات التي خطط الحكومة الشادية سعيا منها لتعزيز الأمن الجوي الذي لا يقل أهمية عن غيره من الأماكن التي يجب تأمينها بشكل دقيق الأمين التنفيذي لسلطة الطيران المدني الإفريقي مرفا سادو أكد أنه سيبذل قصار جهده لتحقيق أقصى الغايات آمنا بأن لا يخيب ظن السلطات العليا شاكرا إياهم لما وضعوه فيه من ثقة أما رئيس مجلس الإدارة للسلطة الإفريقية ومدى قشكر للطيران المدني محمد محمود بوعسيرا قال أنه من دواعي السرور والشرف توليه ريادة هذه السلطة وأضاف إن هذه السلطة ستعزز من الأمن الجوي وأن شاد قد لعبت دورا كبيرا في تأسيس هذا المقر مقدما جزيل شكره للحكومة الشادية أما الكلمة الخاتمة كانت لرعية مناسبة وزيرة الطيران المدني حوى أصيل أحمد أقبش التي قالت إن هذا المقر يوضح أهمية الموقع الاستراتيجي للبلاد ويعطي فرصة لسلطة الإفريقية ومدى قشكر للطيران المدني في مساعدة الدول الإفريقية في تنظيم الأمن الملاحي ومكافحة الإرهاب الذي هو دأب العالم بأسره كان هذا المقر مجرد فكرة على ورق مذو التوقيع على اعتماده في العشرين من يناير عام 2012 وشيئا فشيئا تم بناؤه بتعاون مشترك بين الحكومة الشادية وشركاؤها بمبلغ يقدر بحوالي 56 مليون فرانك سيفا